رسالة عن الجنة 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 اسمها جنة ليه؟ الجنة اسمها جنة لان كلمة جنة يعني ساترة الجن مستتر ما بنشوفوش فاسمه الجن والجنين مستتر في بطن امه فاسمه الجنين والجنة ستستر من بداخلها من كتر النعيم يعني انت لما تخش الجنة مش هتبان من كتر النعيم حالك الاساسي اللي انت عارفه في الدنيا هيختفي ولن يظهر عليك إلا النعيم هيسترك هيغطيك هيغرأك النعيم عشان كده اسمها الجنة والجنة هي الحافز الأكبر بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى للموحدين إن هم يعيشوا في الدنيا على مراد الله إن هم يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرهم وينتهوا عن الأشياء اللي بتتغضب ربنا سبحانه وتعالى إذا نهى عن هذه الأشياء وربنا لما تكلم عن الجنة قال شيء أنت لازم تتوقف عنه ربنا سماك أصحاب الجنة سم أهل الجنة أصحاب الجنة والصاحب هو مالك الشيء الذي لا ينتزع منه مع أننا ممكن نبقى سكان الجنة زوار الجنة جنالها بعد طول عيشها في الدنيا إحنا أصحاب الجنة درجة أن ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية إن تورثت الجنة من ربنا سبحانه وتعالى فصارت ملكك كناية عن التمكن والإحساس بالأنس أنت مش هتبقى عايش في الجنة حاسس وأنا عايز أرجع بلدي أنت ده مكانك لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويدخلهم الجنة تعرفها لهم أول ما يتفتح باب الجنة أنت متوجه لبيتك كأنك عارفه في الدنيا سيدنا بن عباس قال كده قال والله لا يذهبون إلى بيوتهم كما ينصرفون إلى بيوتهم بعد الجمعة وإنت راجع من الجامعة على بيوتك بعد صارت الجمعة أنت داخل الجنة كده أنت صاحب المكان ده وأجمل ما ذكر في الجنة أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن الجنة وعد ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم تقول لي يعني إيه وعد ربنا أقول لك يعني دي الهدية العظمى إلا ربنا شايلها الحبيب وكأن ربنا بيسيبك بقى تتأمل وتتخيل وتسرح بخيالك فعظمة وجمال إمكانيات ربنا لما يكون بيجهز هدية بعد طول السنين اللي هنعيشها في الدنيا وعد الله وربنا سبحانه وتعالى قال إن أقل واحد في الجنة من الفائزين الجنة ما فيهش غلابة الجنة ما فيهش طبقات بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالعلماء بيعلقوا بيقولوا أقل واحد في الجنة يشعر بشعور الجمال والفرحة والمتعة زي أعلى واحد في الجنة فليس هناك مقارنات فليس هناك شعور بالقلة ولا أي شعور بالمقارنة لأن الجميع غرأنين في متعة ربنا في الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالتون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ربنا سبحانه وتعالى في رسالته عن الجنة في القرآن استفاض جدا في شرح مشاعر أهل الجنة وخروجات أهل الجنة وقعدة أهل الجنة وأسباب دخول الجنة فقبل ما أتكلم مع حضراتكم عن النعيم المعنوي والنعيم المادي ثم أسباب دخول الجنة ربنا حكى لنا عن مشهد تجمع الناس عشان يخشوا الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول في سورة الزمر وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا يعني مجموعات حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين في مكان بعد النار الناس هتعدي يا رب مع بعض كلنا الصراط من فوق النار وبعدين ينتظر سيدنا النبي في مكان يخلص النبي الشفاعة على الصراط ثم يأتي عشان أول واحد يفتح أبواب الجنة بأيدي الشريفة هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المكان ده هنتقابل فيه بعد يوم الحساب وكل واحد مشهول بحاله هنتقابل في الحتة دي وأنا في ناس معينة بحلم أن أنا أروح معهم المشوار ده الحتة دي كده ونمشي مع بعض نخش الجنة الناس نفس عناية تيجي في عناهم بجد أقول لهم إحنا فعلا في اللحظة اللي هنخش فيها الجنة شلال معينة وعائلات الكل هيبص بعضه أيوة ده النبي اللي هناك عليه الصلاة والسلام اللي بيفتح الباب الموضوع انتهى وهنبدأ الحياة الخالدة اللي ربنا وعدنا بيها بالجائزة الكبرى أيوة هنشوف ربنا بعد شوية أول ما نخش الجنة اللحظة دي لحظة متعة لا تقل عن متعة دخولك لأصرك ورؤيتك لمعينة